الثمن عشر من نيسان أبريد هو موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر بيان رئاسة بتى الأمر وأنهى الجدل حول مطلب تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي تبنت أحزاب من المعارضة والموالات نحن جاهزون كل الإمكانيات البشرية والمدية مجهزة للقيام بالعملية الانتخابية بعد القرار الذي يتخذ كما قلت لاستدعاء لهيئة الناخبة أحزاب الموالات سارعت إلى الترحيب ببيان الرئاسة ودعت الرئيسة بوتفليقة صراحة للاستمرار في الحكم لولاية جديدة فيما انقسمت المعارضة الإسلامية بين من أعلن عدم ترشحه ومن حدد موعدا لإعلان ترشح ليست لهم الفرصة الآن على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ليست لهم الفرصة الأكيدة خاصة في موقع الرئاسة لأن موقع الرئاسة وموقع دولي يتعاطى مع العالم والعالم الآن يتشكل في إطار ما نسميه بفرملة التيار الإسلامي الذي استفاد كثيرا من الموجة الرابعة للديمقراطية في العالم وأعتقد أن فيه موجة خامسة تأتي هم يريدون أن لا يكون له أي دور في هذه الموجة ولذلك أعتقد أن الفرصة غير موجودة ولكن حضرهم قوي وقوي جدا بعد حسم موعد الاستحقاق الرئاسي عاد التساؤل مجددا هل سيترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة متزامنا مع الجدل المتواصلي حول قدراته الصحية الانتخاب في وقتها إحدى العناصر التي تخلي أن تساهم في حل الأزمة المتعددة لتعيشها البلاد وخاصة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وتفتح آفاق أن تكون المشاركة السياسية قوية يعني بغض النظر ترشيحه أو عدم الترشيح لأن الأمر هذا يرجع له ربما تكون هذه أعقد انتخابات رئاسية تشهدها الجزائر شخصية سياسية أعلنت ترشحها كعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد وتبدي تخوفا من مرشح النظام بحسب تعبيرها تحديد موعد الاستحقاق الرئاسي أسقط مشروع التأجيل وفتح باب التنافس على مصرعه تنافس سيكون محموما لخلافة الرئيس بوتفليقة إن لم يترشح لولاية رئاسية جديدة بسم عبد المنون عاصمة الجزائرية الميادين